أهلاً وسهلاً بيكم في برنامجكم وبرنامجنا وجهة نظر دفتنا النهاردة هي المطربة والممثلة والمزيعة الجميلة مايا نصري أهلاً بيكم وقائل مساء الخير لقلعك ومساء الخير لكل اللي عم مشاهدونا كل سنواتي طيبة وأنت طيبة مرسي أنا قدمتك كده صح على المزيعة والممثلة والمطربة أي تقريباً يعني طيب مرتبهم إزاي؟ تحبين نرتبهم إزاي؟ زي ما بدأتي ولا زي ما أنت بتحبي؟ خيراً نرتبهم هني أصلاً متل ما كانوا أصلاً هني كانوا ممثلة وعرضة أزياء وبعدين مزيعة وممثلة بنفس الوقت بس في حاجة غيرت على حساب حاجة أكيد يعني في حاجة مجرد حسيت أني أنا منفعت كمزيعة استقلت حسن فاشل معين خلاكي يعني غيرت طريق مش هو فاشل قدم حسيت أنه مني أنا لحدة يلي عنده صرعة البديهة بالسؤال يعني عندي أكتر سرعة بديهة بالرد من أني أسأل حدا أو حتى أني اهتم لأخباره عرفت يعني المزيعة الشاطر هو اللي سريع بيخد من الرد سؤاله صح؟ وبحس أنا ما عندي إياه عادي الشغلة بدأ هيك يعني يكون حدا كتير فحلوة طيب برأيك فيلمك الأخير إيه؟ أنا شخصياً حبيت دي كانت أقول تجربة تمثيل سينماي مظبوط؟ بمصر بس في وجهة نظر بتقول أن الفيلم ما نجحش خالص؟ يعني أنا المكتوب عندي إن أكتر النقاد أغلبية النقاد ما عجبهمش أدائك أنت شخصياً في الفيلم يمكن أنا ما عريت هيدا شي بس برضو بحترم يعني إن شاء الله المرة اللي جاي يكون أحسن ما كنتيش لسه تققلتي رجلك قوي في الغنى وبسرعة استعجلتي ومثلتي شو قصدك يعني تققلت إجري يعني ما بقتيش نجمة في الغنى قوي؟ أم معي وقت ما هو يعني من جمهور هيدا على جمهور هيدا ممكن أنا يعني إنه بوصل ديوم نديية يعني الجمهور بتحول تلمي جمهور من أي مكان؟ يعني غنى تمثيل إعلانات؟ تفتكري ده ممكن يكون نجمية؟ هلأ أنت عم تقول ما ثبت إجريه؟ هلأ البعض بيحسوا أنه أنا بلا يعني أنه أنا موجودة أه بس فيه فيه جزء كبير حس أن أنت فشلت في الغنى فاتجاهتي للسينما لأ يعني ما بعرف معقولة؟ أم أنا ما بعرف يعني أنا ما حسيت أنه أنا فشلت يعني بالغنى بقولك الحمد لله يعني ما أنت تفسري بقي استعجالك فجأة من هنا من نصف مشوارك الفني في الغنى فجأة للفيلم السينما والفيلم ما كانش مدروس كويس برضو يعني ما نفعكيش قوي يعني ما بعتبر أنه أنا فشلت بالمغنى هيدا كبداية يعني بقول الحمد لله كان عندي أخبارك أي وحشني لو كان لك قلب حب تحب يعني هولي أغاني بعتقد أنه فيه ناس بتحبهم ما عمقول أنه أنا النجمة العالمية ولا العربية الكبرى يعني لا أكيد طبعا نأخذ فاصل صغير ونرجح نكمل فاصل قصير ونواصل مع وجهة ناصر إيه؟ متوترت ليه كده؟ لا بالعكس بس ما مترك نردت لا حسيت أنك متوترة كده لا 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 أنت بي أنت جيتا ومتقل لي بوجد أنت فشلة لا الفيلم فشل أو الهنى لا أنت قلت فشلت بالغنى آه يعني فشلت في الغنى لكن مش معنى أنك فشلة يعني معنى أنك ممكن تجربي تاني ممكن تبقى فيه فيلم غنائي يعوض لك الفشل اللي حصل في الغنى فاهماني؟ نكمل هلأ أنا من حاجة؟ نو يا حبيبي تقبرني يلا 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 ثريتو وان رأي الجمهور بيهمك طبعا طبعا مكيد طيب جمهورنا في الستوديو عايز يشارك معنا في الحلقة نسمع رأيهم كده نعم نعم أنا سمعت أن أنت كنت في تصوير الفيلم في الكواليس كان المخرج بيطلب منك ما كانش بياخد تيك وان أو تيك وان أو تيك كان بياخدو 5 6 7 برضو ما كانش بيوصل اللي هو عاوزه يعني التمثيل ما كانش زي ما هو عاوزه بالزوط ما كانش مش زي ما هو طلبه بطيالي ممكن تغني أحسن ومتمثليش أو انت شايفة نفسك بتمثليه أحسن انت قريتي يا حيدي شارك سمعت الكلام ده مين أصلاً مخرج ومش مخرج انت كنتش تغلي في الفيلم سمعت عادي سمعت لا خلي لو في معلومة محددة نبقى نتكلم فيها لكن ما بلاش الكلام اللي هو العايم ده سمعت وإشعاعات للوسط مليان إشعاعات فمش عايزين يعني زين ما بقى فيه سؤال يبقى سؤال في الموضوع بالعكس أول شي بيحترم دقية ليه وجهة نظر الناس يعني فذب ما هي وجهة نظرة وقريت وإنسان بس يا حد قوي في كلامها يعني ما حبيتش الحد يعني انت اللي في حد تاني عام سؤال أنا شايف اليومين دول إن الكليبات دلوقتي بقت تعتمد على الحركة والرأس أكتر من هو غنى يعني أنا يعني الكليبات كلها كرهتها بسبب إن كتر الرأس فيها وكده فما بقيتش تعجبين عن موهيبة انت قرائك في الموضوع ده انت كرهتها يعني بل قوله جيت نظر يعني خلاص وضح الأسئلة كلها لنرد شبه بعض يعني ما عاش تفرج يعني ايه كليبات لا بس الرأس ده فن يعني بتتفرجش هل فعلا الكليبات كتير ديكتاتور لا خالص أنا بس عايزة يعني الحلقة تبقى فيها موضوع بدل ما الشتتون طيب هل انت فعلا بتعتمد في كليباتك على الرأس لا بالعكس اوكي انا يعني عدد كبير من الكليباتي كانت فيه هون كوريغرافية بس مش باعتمد بكليبات رقصات يعني مش باعتمد بأغنية على الرأس طيب ليه كنت ترقصي في الأغنية وليه مرقصش ليش لا العكس يعني إذا انتك مشاكل مع لا انا معنديش مشاكل طيب الجمهور هو الترمومتر للفنان صح نظبوط احنا معانا وجهة نظر سجلناها للناس في الشارع نشوفها ونرجع نكمل حوارنا تاني مايا نسجي مش مغنية وان الجيل بتاعنا ما بيحبهاش وان غنيها وومنسية احنا ما منحسش بيها وان مايا نسجي ما فيه صوت خالص وفيه مغنيين احسن منها بكتير بكرة يا مايا انتي كنتي حلوة قوي في الغنى وكان ليكي شراية حلوة واغاني حلوة جدا وكنتي حتى في الفيديو كلاب كويسة لكن مما استلت بجد يعني وحش جدا الموضوع دا سي بي وركزي في حاجة انتي اصلا مكنتش مركزة قوي يعني مش هتركزي في الاتنين نصر انا شايف ان انتي وجيلي كلكم بتقدموا حاجة واحدة كلها شبع بعضها بتمنى منك ان انت تقدمي حاجة جديدة او مميزة ان احنا نقدر نميزك او نحطك في مرتبة معينة مختلفة عن الناس الموجودة ريت تبطل تمثيل وتخليك في الكلابات احلى مايا نصري انا ما عرفش واحدة منها طيب هي انتبسل او او بتغني انا 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 اعرفش والله جامعة الرياضي ومعرفش من مايا نصري دي بالزبط هي ممكن تكون هي اللي بتغني عطريس ولا بتغني لوه او ا انا مش عارف فا انا مش عارف انا مش عارف بالزبط من اي من انا نصري إه الجمهور متلخبط بس قلت أنه ممكن يعني بذل يقطع بواحد بالألف أنت قديش عملته البرسنت لا كتير أنا شايل 600 حد في المونتاج فيه ناس كتير جدا أعمار مختلف أكبار وصغيرين وأطفال ورجال وستات فيه ناس كتير قوي قالت كلام أصعب من ده بس ما حبيتش أنه نعرضه يعني دي وجهة نظر لازم يعني من حقك ترد عليها يعني شو بدي رد شو بدي رد يعني فيه ناس عايزيك تتركيزي في الغنى فيه ناس عايزيك تركيزي في التمثيل كويس أستطع ميا يا جماعة